مساء الخير و اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام كبار حلقتنا النهاردة بتنس كل بيت مصري الحقيقة انا عايز اقول لكل عيلة لو دخلوا وسطوكوا شاب طالب الحلال بلاش تعتبروا فريسة بلاش تطلبوا منه متطلبات غالية جدا بلاش تحسسوا ان هو لازم يجيب ويجيب ويجيب حاولوا تسهلوا الامور حاولوا تخلوا كل حاجة تعدي ببساطة بلاش نتلكك لبعض على كل حاجة وبلاش نحسسوا ان هو لازم يصرف اللي وراه واللي قدامه علشان يحسس بس العيلة ان هو شاري لان هو فعلا بيكون شاري حلقتنا النهاردة بتتكلم عن متطلبات الجواز في الفقرة الاولى هيكلمنا فيها حسين مصمر وهيكلمونا قد ايه الموضوع ده بيعاني منه شباب كتير جدا في مصر خلينا نروح كده نطلع فاصل بسرعة ونرجع معهم علشان يبدأوا الفقرة الاولى مساء الخير اهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج كلام كبار كلامنا النهاردة عن موضوع مهم جدا موضوع مش بيمس فئة معينة لا ده موضوع مرتبط بكل فئة المجتمع موضوع بيتناول السوشيال ميديا والاعلام بشكل كبير جدا لكن ما بيقدروش ان هم يقدموا حلول حقيقية له مشكلة موجودة في مجتمعنا واصبحت بقنبلة موقوتة بيخرج منها مشاكل اكبر ومشاكل اكتر لكن عشان خاطر نحل المشكلة لازم نتناولها بحلول جذرية حقيقية موجودة في مجتمعنا وما ينفعش ان احنا نكون بنقدم نصايح بس قبل ما ادخل في تفاصيل النهاردة واتكلم في خطوط العريضة للموضوع وموضوعنا النهاردة اللي بتلخص في عنوان اسمه المبلغة في متطلبات الجواز عايز الاول ارحب بسمر مساء الخير عليك يا سمر مساء الخير عليك يا حسام مساء الخير على كل مشاهديننا النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو المبلغة في متطلبات الجواز اظن الموضوع ده ما عداش على اي حق يعني كل بيت عدى عليه الموضوع ده كلنا عدنا بالتفاصيل بتاعة الجواز والحاجات كلها اللي بتحصل أثناء ما الشخص بيتقدم لحد ما ينتهي التفاصيل الفرح بقى والمتطلبات الجواز كلها زي مثلا الشبكة والمهر والشقة تفاصيل الشقة التجهيزات بتاعت الشقة كل ده تفاصيل مهمة جدا وأحيانا كتيرة جدا التفاصيل دي بتوصل لأنها بتبقى مشاكل كبيرة قوي 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 للطرفين سواء كان العريس أو العروسة في المتطلبات دي كلها بتقدي ممكن جدا لأن الشخصين ممكن ينفصلوا أو يحصل مشكلة كبيرة جدا بسبب الحوارات دي كلها قبل ما نتكلم في موضوعنا وندخل فيه هنتكلم في حاجات كتيرة جدا وهنتكلم كمان في الإيجابيات والسلبيات في الحقيقة صمر أنا عايزة أتكلم في جزئية معينة أولا أنا هتكلم في التسلسل المنطقي والطبيعي اللي بيحصل في الموضوع لما الشخص بيبدأ عشان خاطر يرتبط أو عايز يرتبط أو حابب يرتبط بيبدأ الأول موضوع بيظن أنه هو موضوع وردي وأن الأمر سهل لكن بعد كده بيبدأ يدخل في مراحل تقريبا المشكلة الوحيدة اللي كل مرحلة في مراحلها بتعتبر مشكلة كبيرة من أول فكرة المهر فكرة الشبكة وإنت حتى في تجهيز الشقة كمان مش فكرة تجهيز الشقة وبس لا ده حتى في الفرح زواهر بتبقى غريبة في مجتمعنا زواهر بتحتاج لمعالجة حقيقية إحنا كمجتمع للأسف الشديد مرضى بفكرة المنظرة مرضى بفكرة المقارنات وده اللي بيخلي فيه فئات كبيرة من الشباب تعزف عن الجواز وبيكون لهم يعني بيكون فيه مشاكل وبيحصل أشياء تانية خطيرة بتبقى زي مثلا مشاكل أخلاقية ومشاكل مادية على أرض الواقع ومن الحاجات كمان اللي بتحصل في الموضوع ده حاجات غريبة جدا زي مثلا العريس ممكن يطلب منه حاجات كتيرة جدا مبالغ فيها زي ممكن أهل العروسة يطلبوا منه شقة الشقة دي تبقى مساحتها معينة بتفاصيل معينة ممكن يكون هو مش قادر يجيب ده ممكن كمان أهل العريس بأهل العروسة بيطلبوا منه أنه هو يجيب في التفاصيل دي أنه هو يجيب عربية أو موبايل أو حاجة ملهاش علاقة أصلا بالجواز ولا بتفاصيل الجواز يعني ممكن كمان جدا أن أهل العريس بيطلبوا من أهل العروسة حاجات مبالغ فيها جدا زي شروط الأجهزة ممكن يشترتوا أن حاماتها تجيب لها بمبالغ كبيرة جدا أو مثلا أجهزة من الأجهزة اللي هي جابتها في جهازها ممكن كمان في حاجات كتيرة قوي بتطلب من الطرفين بشكل مبالغ فيه بطريقة تخلي الجوازة فعلا ما تكملش سواء من العريس أو من العروسة في الحاجات دي بتبقى العروسة بتبقى عليها ضغط كبير جدا والعريس بيبقى عليه ضغط كبير جدا والأهالي هم اللي اتنين بيبقوا مختلفين واللي بيروحوا في الموضوع ده كله العروسة والعريس برضو أنا عايزة أضيف لكلام صامر حاجة مهمة جدا احنا لو بصينا هنلاقي أن مجتمع زي المجتمع المصري كل يعني كل فئة في المجتمع المصري أو كل مكان بنلاقي له عادات وتقاليد مختلفة تماما عن المكان التاني دايما زي ما أنا قلت بنبص للمقارنات يمكن من أبرز الحاجات اللي لفت انتباهي أنا شخصيا لما بحثت في الموضوع منطقة زي الصعيد مثلا بنلاقي في الصعيد أن هم بيشترتوا شروط تعسفية جدا على الشباب زي أنه لازم يجيب مثلا من 200 ل400 جرام دهج ده شرط لازم مثلا يكون في عندهم فكرة زي فكرة الحمولة الحمولة دي يعني اللي هو أنا بجيب 25 عربية حتى لو العزال اللي أنا هحطه هيتكلف مثلا مثلا خمس ممكن خمس عربيات ممكن حاجة بسيطة جدا تكون كافية بالموضوع لكن أنا ببقى مصر أو فيه إصرار من العادات والتقاليد الصنم اللي احنا صنعناه اللي احنا عايزين نصنعه وبنصر على أننا نعم الأصنام للأسف بأيدينا وبكون المشكلة أكبر وتتفاقم بنلاقي مثلا في بلد زي الشرق يقولك احنا عايزين 100 ألف دهجب ده الأمثلة كتير جدا احنا لو بصنا على كل مكان وكل منطقة في مصر هنلاقي لها عادات وعرف غريب يمكن كمان من العادات الغريبة جدا جدا اللي سمعتها وقاتت منتشرة في الفترة الأخيرة فكرة أن فيه شخص في الشرقية جاب مطبخ بـ 360 ألف فأصبح ده عرف وتقليد موجود في مجتمعنا بالإضافة لكده كمان أنه جاب عربية العريس فأصبح ده عرف وتقليد طب هل كل الناس عندها المجدرة والاقتدار أنها تقدر تجيب ده طبعا والمؤكد أنه لا بس زي ما احنا قلنا احنا مرضى بفكرة المقارنة عايزة تكون زي بنت عم زي عايزة تكون اللي عروس عايزة تكون زي بنت عم زي أختها زي قريبتها ما بتبصش لأهلها ما بتبصش لأن ممكن الموضوع ده ينتهي بحاجة أكبر ينتهي بسجن ينتهي بفكرة غارمات ينتهي بأمور كبيرة تكلفنا أن احنا بعد كده ممكن نخسر حتى الجوازة نفسها فعلا وكمان ممكن جدا الأهل ما بيبقوش مقتدرين إن هم يجيبوك التكلفة دي كلها سواء من العروسة أو من العريس وبيضطروا مثلا الأهل بيلجأوا لحلول تانية يعني مثلا لو واحدة عندها أخوات كتير وعندها تفاصيل كتير في البيت ما تقدرش إنها تجيب كل التكاليف والحاجات بتاعت الجواز فبتضطر الأهل إن هم يروحوا يلجأوا لديون أو يمضوا على نفسهم شيكات حتى بدون شيكات على بياض فبيرجع الموضوع إن هم بيعملوا الحاجات دي كلها وبيضطروا إن هم يلجأوا للديون دي وبيبقى يعني مثلا الأم بتلجأ لإن هي هتكون تدفع شكات على بياض وبتبقى من الغريمات وبتبطروا إنها تسجن وبتعرض نفسها وحياتها للخطر فمن الحاجات دي كلها بتبقى عبق كبير جدا على الأسرة وبتعمل ضغط كبير جدا على الأهالي وفكرة إن أنا أجيب زي بنت عمي أجيب زي بنت خالتي أصلا بنت خالتي جابت بكذا ما أنفعش بنتي تجيب أقل من بنتي كذا العريس لازم يجيب مش عارفة شقة قدي إيه ولازم كمان كل واحد فينا يعرف إن هو بيجيب على اللي يقدر يجيبه مش اللي هو شايف الناس هتقول عليه إيه أو الناس هتقول هو في النهاية هيتجوز وهو بيته وهو حياته فكل واحد حطت نفسه فكرة إن أنا هجيب أحسن من فلان فلانة دي جيب أحسن من فلانة بنت خالتي جابت أحسن مني أجيب أحسن منها كل واحد بلوحات عايزين نقدم حلول لازم أن يكون فيه حلول نقدمها برضو يعني يعني نحبين إحنا برضو في نهاية الفقرة إن إحنا نقدم حلول في موجز بس اختصار كده إن بدل ما إحنا نبقى بصين لفكرة المكرنة إحنا عايزين يبقى عندنا أسنقوا الناس عندنا بسا الزكاء نبص لمجدرتنا إحنا هل إحنا نقدر إيه اللي نقدر عليه ونجيبه نجيب الأساسيات في مبادرات اتقدمت عجبتني جدا وأرجو حتى من الدولة من الدولة نفسها أنها تطبق المكرنات دي إن إحنا ممكن نقاس يعني نوحد الأساسيات الجواز نوحدها وتكون موحدة على مستوى المحافظات وممكن نعمل توصيق كمان على مستوى المحاكم أو نعمل صندوق مثلا نسميه صندوق أجيال وليكن ندفع فيه رقم بسيط فلوس بسيطة وعلى مدار مثلا عشر سنين أو حاجة ممكن الشخص يستفد منها عن طريق شقة الدولة اللي بتوفرها له يعني موضوع النهاردة موضوع بيحتاج لكلام كتير جدا 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 يعني عايزين حلقات وحلقات إن إحنا نقدر نتناول موضوع وعايز أقول في النهاية رفقا بالشباب وبلاش تعسف في فكرة الجواز لإن فعلا إحنا اللي بقدينا بنصنع العنوسة اللي وصلت لـ 13 مليون وبنصنع مشكلات ما بنقدرش نحلها بعد كده وبكده تكون خلصت حلقتنا وبكده تكون خلصت فقرتنا أتمنى تكون عجبتكم وأتمنى تكونوا استفدتم منها واستنونا في فقرة بعدين مع السلامة ترجمة نانسي قنقر